وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ودبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من دبط 444 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم دبط قرابة 43 نطن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأسيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم دبط قرابة 67 نطن وأما في مجال قضايا المخابس فقد تم دبط 703 قضايا من بينها 125 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات